اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وتباتها على مساندة القضايا العادلة والدفاع عن حق الشعوب في السلم والتنمية إن هذه المناسبة الوطنية الخالدة الزاخرة بكل آيات المجد والعز والفخر تبقى نفحاتها الطيبة تثبت بأن الجزائر التي انتصرت بالأمس على الاستعمار تواصل بكل ثقة درب انتصاراتها بفضل أبنائها وبناتها الأوفياء لعهد الشهداء الأبرار في هذه الدكرة السبعين لاندلاع ثورة التحرير المجيدة أتوجه بالتحية إلى الجيش الوطني الشعبي وكل الأسلاك الأمنية والمرابطون على الحدود دفاعا عن أرضنا الطاهرة والصاهرين على حماية أجوائنا ومشارفنا البحرية والمستعدين لبدل النفس والنفيس والتضحية من أجل الحفاظ على وديعة الشهداء الأمجاد والدفاع عن الجمهورية ومكتسبتها في هذا اليوم المجيد حرسنا أشد الحرص أن يكون الاستعراض العسكري في مستوى أبعاد ورمزية الدكرى السبعين وفي مستوى تضحيات صانعها وفاءا لمن صانوا الوديعة ومعبرا عن تعزيز الرابط المقدسة بين الشعب وبناته وأبنائه في الجيش الوطني الشعبي الذين هم من صلبه يعملون بحس وطن عالي وبالتزام ثابت ووطني خالصة ويجدر أن أؤكد هنا على عقيدة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير عقيدته الدفاعية وعلى أن سلاحه موجه حصرا للدفاع عن الجزائر وحماية سيادتها الوطنية إلى جانب المساهمة في إحلال الأمن والسلم الدوليين طبقا للتزامات الدولية والجهوية لبلادنا واحتراما للقانون الدولي وفي إطار مبادئنا وقواعدنا الدستورية إننا ورغم الظروف الاقتصادية والأمنية الرهنة التي يشهدها العالم نواصل مسار بناء الجزائر الجديدة وتحقيق الإنجازات بالانطلاق من مشاريع تنموية واعدة بفضل تدافر جهود جميع الوطنيين المخلصين الذين آمنوا بقدرات بلادنا ومقوماتها الكفيلة بفتح آفاق الإرتقاء بالجزائر إلى المستوى المنشود وتحقيق تطلعات المواطنين للحياة الكريمة في كناف الأمن والاستقرار وفي الختام أقف بخشوع وإجلال مترحما على أرواح شهدائنا الأبرار كل شهدائنا شهداء المقاومة الشعبية شهداء ثورة تحرير المضفرة وشهداء الواجب الوطني تحية الجزائر المجد والخلود لشهدائنا الأبرار سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأعلن رسميا عن انطلاق الاستعراض عسكري شكرا ترجمة نانسي قنقر شكرا ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا